دخل اليوم نظام المعاملات المدنية الذي أقره مجلس الوزراء في مطلع العام الجاري حيز النفاذ ويتألف نظام المعاملات المدنية من 721 مب كما أنه يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح آخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة وأن نظام الأحوال الشخصية يشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق تحدث أكثر معكم مشاهدين الكرام عن نظام المعاملات المدنية وبعض التفاصيل فيه مع ضيفنا في الاستوديو المحامية الدكتور حسين العنقر أهلا بك دكتور حسين مساء النور أهلا بك وبالسادة المشاهدين ومشاهدات حياتك الله دكتور إذن نظام المعاملات المدنية دخل حيز التنفيذ اليوم خلينا نتعرف على هذا النظام ونعرف المشاهدين الكرام بما المقصود بنظام المعاملات المدنية نظام المعاملات المدنية هو يرتب العلاقة التي تكون بين الأفراد في تعاملاتهم وعقودهم المدنية أو في التعاملات المالية هذا النظام يعتبر طبعا هو أضخم نظام في المملكة العربية السعودية وهو في جميع الدول يسمى بأبو القوانين أو يسمى بنظام الشريع العامة في البلد وأيضا هو جاء في حل ثالثا في مجموعة الأنظمة التي أعلن عنها سمو ولي العهد حفظه الله تعالى وهو يعتبر أيضا النظام العام أو القانون العام الذي ترجع إليه كل الأنظمة عند عدم وجود ثغرات أو عدم وجود نصوص نظامية في هذه الأنظمة فهي ترجع لهذا النظام فبهذا اكتسى هو وتحلى بأن يكون هو أبو القوانين أو أبو الأنظمة أو ترجع إليه جميع الأنظمة وهذا النظام يحد من الاجتهاد القضائي وأيضا يعطي تنبؤ بالأحكام وأيضا يعطي وضوح لدى جميع الأفراد المتعاملين يعني كان في السابق موجود مثل هذه الأشياء لكنها في مدونات الكتب وفي صدور القضاة أما اليوم فأصبحت في النظام والناس يرجعون إليها تريح القاضي وتريح المحامي وتريح أطراف الخصومة والآن أصبح عندنا وضوح في عملية التعاملات وأنها منضبطة وأن ما هي مصادر الحق وكيف الإنسان يحصل على حقوقه وما هي المدد النظامية التي يتوقف عندها الإنسان في هذه الأشياء تبدأ من أقل يعني من بداية المراحل الزمنية إلى عشر سنوات يكون بعدها مطالبة بالحق لا تكون إلا في أمور مستثنات أبرز التغيرات التي يجب يعني الاهتمام بها في هذا النظام دكتور حسين النظام هذا أعطى الحرية الشخصية في التعاقد بمعنى أن الإنسان من هذا اليوم لا تكتب عقدا قبل أن ينظر إليه محامي لأن اليوم أنت ممكن أن تكتب أي شرط لكن هذا الشرط قد يكون باطلا هذا الشرط أيضا قد يكون هو مما كان في السابق في عملية الاحتيال ببعض العقود ويكون من خلالها تعطي مثلا شروطا ثم تبطل العقود اليوم لا يبطل الشرط ولا يبطل العقود هذا يعني جاء به مصرحا في هذا النظام وأيضا الشرط الذي أبطل إذا كان لو لا لما تم التعاقد أيضا هذا يبطل العقود في اليوم نحن أمام مرحلة جديدة في فهم هذا النظام وإدراكه وإدراك المرحلة التي انتقلنا إليها فهي نقلة نوعية في البلد لا بد أن يحتاط الإنسان لها ليدرك أبعاد هذا الأمر في أنه ضبط كل الأشياء ولا يستطيع الإنسان بعد اليوم أن يكون هناك يعني توقع أو اجتهاد لأنه ما كتب هو الذي سيلزم به الشخص جميل قد يكون يعني البعض يقول لك والله أنا مش بحاجة هذا النظام هل هذا النظام يعني يمس الجميع أم يحتاج إلى يعني أن يكون هناك عقد بين الطرفين ليكون هذا النظام يمس هذا الشخص النظام هذا يمس الجميع لأنه اسمه نظام المعاملات المدنية أي تعامل بين شخصين بل هو أيضا يعني مع الشخص نفسه الالتزام مثلا جاء مثلا في نظام المعاملات المدنية الحقوق أو مصادر الحق وجعلها خمسة أشياء جعل العقد وهذا الذي يكون بين الطرفين وجعل الالتزام الذي يكون بالإرادة المنفردة وجعل أيضا الإثراء بلا سبب وجعل أيضا الفعل الضار وجعل ما أوجبه النظام فلا أحد يعيش على هذه البلد إلا وهذا النظام يعني يتعامل معه ولا بد أن يتعامل معه في يوم من الأيام سواء عن طريق النظام أو عن طريق التعامل الودي جميل هذا النظام هل يستوعب كافة العقود والتعاملات دكتور حسين و أيضا دورة في تعزيز الثقة خلق نقول فيه في قطاع الأعمال هو لا شك أنه من المؤثرات و هي مرصودة في مؤشرات يعني حتى مؤشرات دولية المملكة العربية السعودية بسريان هذا النظام تدخل في مؤشرات دولية اللي هو حيز التنفيذ و أيضا كذلك وضوح ما يسمى باليقين في الأحكام القضائية يعطي أيضا أمان الذين يقدمون إلى هذا البلد الذين يقدمون إلى هذا البلد ما بين سياح ما بين أصحاب مهن و أصحاب أعمال كلهم اليوم أصبح النظام هذا يحدد العلاقات التي بينهم و بين الأطراف الآخرين فلم يعد هناك غموض في وضوح هذه الرؤية جميل حدد هذا النظام أيضا أقدمية العقود و ما يجب أن يكون هناك دعوة فيها و ما إلى ذلك لو أعطيتنا الماحة بسيطة دكتور حسين في هذا الجانب العقود الآن ليست كما في السابق الآن إذا لك حق لا بد أن تطالب به و تستعجل في المطالبة به في عقود زي عقود العمال لا بد أنه خلال سنة يطالب بها إذا لم يطالب بها سقط حقه عقود الأجرة لا بد خلال خمس سنوات بعد خمس سنوات لا يحق لك ولا تسمع لك الدعوة العقود الأخرى التي فيها يعني كالديون و نحوها فممكن المطالبة بها إلى عشر سنوات فالآن تغيرت الأمور فلا بد الإنسان من اليوم يحدد مساره و يضبط أموره و يتعامل وفق الآليات المحددة في هذا النظام فهذا النظام الحقيقة هو مشروع للحقيقة للقراءة للإطلاع للاستعانة بالمتخصصين من زملان المحامين في ضبط هذه الأمور و هذه العقود إذن من وصية محامي دكتور حسين أنه يجب أن يتطلع على هذا النظام حتى لو كان ليس لك علاقة به لكنك يجب أن تطلع لمعرفة التفاصيل و تكتشف أنه له علاقة ببعض الجوانب في حياتك كما ذكرنا أن الجميع له علاقة لأنه ينظم أي علاقة بين الأطراف فالجميع له علاقة بهذا النظام لكن كيف سيفهم هذا النظام هذا يحتاج إلى استعانة بخبير لكن أنا دعوتي من هذا المنبر و عبر هذا الأثير أن الجميع لا بد أن يطلع على هذا النظام و أن يفهم على أقل الأسس العامة التي دعا إليها هذا النظام لأنه سينبني عليها حقوق لك و واجبات عليك جميل التنبؤ بالأحكام الصادرة هل عالج هذا النظام أو كان واضحا في هذا الجانب دكتور حسيني؟ من أبرز مزايا هذا النظام أنه جعل هناك تنبؤ للأحكام القضائية تعرف من اليوم أن الحكم القضائي ماذا سيكون عليه؟ يعني هو لما جاءوا تكلم عن العقود تكلم عن العقود في تفسيرها في شروطها في أركانها في مبطلاتها في آليات فسخها في مددها لم يترك شيئا في اليوم نستطيع عندما يتقدم أي شخص لأنه عنده قضية يريد أن يرفعها في المحكمة نعرف ماذا سيكون عليها بإذن الله تعالى جميل إذن مثل ما ذكرت دكتور حسين هذا النظام هو نظام المعاملات المدنية يهم الجميع و يجب على الجميع الاطلاع على التفاصيل ومعرفة أيضا الجديد فيه أنا أشكر وجودك معنا في السيديو ولعل الحديث أيضا عن هذا النظام يحتاج إلى مزيد من الوقت لوجود العديد من المواد فيه شكرا لك المحامية دكتور حسين العنقري العفو شكرا لك شكرا لك